اشتركوا في القناة حملة لتوفير 150 مكنة أكسجين لمرضة فيروس كورونا رح بتكون بإطار استجابتها الديناميكية لتفشي هذا الفيروس وتستمر الرابطة في مساندة المصابين بفيروس كورونا على كافة الأراضي اللبنانية تفاصيل أكثر رح بتكون ساعة عشر ونصف مع الكلمة ومع البرنامج الموضوع لانجاح هذه المبادرة إنما هلأ بكمانا بديوفنا كاريتاس السيد حسن سياح رئيسة قسم الأجانب بكاريتاس موجودة معنا بالستجابة نرحب فيها أهلا وسهلا فيك شكرا لحضوري مرحبا شرفتي قبل ما ننتقل مباشرة اللي عندكم على كاريتاس لحتى نحن وياكم نتابع مع بان ميشيل عبود إطلاق هذه الحملة لتوفي 150 مكانة أكسجين عملكم أنتوا بمركز الأجانب كان مضني وصعب بهذه الفترة لأنه كمان مثل ما فيه ضيقة على اللبنانيين كمان الأجانب عم يعانوا مدير اجتماعية واقتصادية وهون اليوم أنتوا عندكم مشكلتان مشكلة مع الأجانب كيف تقدروا توفرون مشكلة مع اللبنانيين عم تاخدوا من ضربنا لتساعدوا البين أكيد عم تسمعيها هيدا الكلمة عم تاخدوا من عنا لكل لبنانيين تتساعدوا الأجانب صح؟ منسمعها مضبوط بس هلأ منوضحها أنا بالبداية بحب أشكر حضرتك وأسرة التليميار وجميع المشاهدين وأكيد الزملاء كلهم نحنا منقول نحنا كل يوم بكاريتاس منقول ومنعيش بعمل جديد وبعمل جديد وهيدا كله لخدمة إخوتنا بالإنسانية منقول عطول إن السعاداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم نحنا كل يوم إذا بدكوا كل لحظة بكل الحالات اللي بتجي لعنا من كل الجنسيات إن كان من اللبنانيين والأجانب وغيرهم نحنا أكيد كاريتاس هون متوجدين لنحط ضنن مختلف الفئات العمرية وأكيد من خلال برامجنا نقدم المساعدات بحب ركز شوي على القسم الأجانب شو منعمل نحنا من سنة 1994 لليوم بقدر قول نحنا بعملنا اليوم عطول من بس الأمل والإنسانية ومن رجع الكرام الإنسانية إذا بدك لكل شخص بيفوت لعنا الفقر والحرمين والعواز منهم نعيب مش العيب إنه واحد يجي يطلب مساعدة بس كيف نعطي هالمساعدة هي الأهم بالروح الحلوة بالنفس الحلو بالأصغاء باحترام الشخص نردله اعتباره وكرامته الإنسانية هذا بالدرجة الأولى منشتغله نحنا وفريق العمل وهذا الشيء أكيد من نادي فيه كاريتاس ومحضرة الأب الرئيس ميشيل عبود بحب أذكر كمان أنه عمال المهاجرين الأجانب سيد المسيح كمان كان يقول كنتوا غريباً في قويتموني ونحنا كمان من هالمنطلع عم ننفذ مشاريعنا لخدمة الأجانب والعمال بالخدمة المنزلية بالأخص والعملات لأكتريتهم من النساء اللي عم يتركو بالبنين بس اليوم خف العدد ما فيه أقول خف العدد هلا بفسر لك كيف وكمان أداسة البابا فرانسيس لطالة ما نادى بحقوق العمال الأجانب وبحيميتهم لأنه هن من الأشخاص الأكتر استضعاطاً ومستضعفين وبالأخص النساء والأطفال منهم وبيقول هؤلاء الأشخاص بقدمو لنا فرصة للقاء بالرب يسوع وحتى لو وجدنا صعوبة بالتعرف عليه فأكيد هيدا الشيء نحنا من نفذو كل يوم بعملنا من خلال استقبالنا لها الأشخاص النساء اللي عم يجوا من أفريقيا من آسيا من مختلف البلدين الأسيوية والأفريقية أكيد نحنا عمل كاريتاس ما بيقتصر بس هون بلبنان على المساعدة إنما منبلش معهم ببلدينهم الأم يعني عنا مشاريع مع الكاريتاسات بالدول الخارجية ببلدينهم من توعية بالأول قبل ما يوصلوا قبل ما يوصلوا على البلد منعرفهم على حقوقهم على وجباتهم منعمل لهم توعية منعطيهم فيها كل إذا بدك الرسائل ورقام تلفونات كاريتاس والجمعيات اللي بتشتغل بالبلد وفي حال وصلوا على البنان ووجهتهم أي مشاكل كيف يتواصلوا معنا إن كان معنا وإن كان مع الدولة اللبنانية يعني أمن عام درك وزارة عمل وغيرهم وفور وصولهم كمان على مطار بيروت كاريتاس عنده إذا بدك مثل دليل لغوي وكتيبات حقوق وجبات عم نوزع بمختلف اللغات كل شخص يكون عم يجي جديد على البلد يكون عم يقلع بهذا الكتير كثير حلو لأنه حرام مراته بيوصلوا ما عندهم حدا وهيكي ويعني في خوفهم سيطر عليهم وهيدا كمان مش بس العامل أو العامل الأجنبية بيقروا فيه كمان صاحب العمل بيكون عم بيساعدوا بالترجمة بخلال تواجدهم بالبلد لدينا مشاريع كثيرة ضمن الحماية لدينا قسم قنون كبير كمان بيقف حدهم إن كان بالتحيئات إن كان بمفاوضاتنا أصحاب العمل مشين الأجور تعدية تب هل قداش عم تلقوا صعوبة مثلا هني بدون دولار أنتوا عم تقولوا الأعداد عطول بنسأل إنه الأعداد نقصت الأعداد ما نقصت اللي سافروا هني عدد كتير قليل نسبة للأعداد الكبير المتواجدين بالبلد عنا منه الأشخاص الشرعيين وعنا الأشخاص الغير شرعيين والأشخاص الغير شرعيين لا يحصوا ولا يعدوا كمان ما في حدا عنده إحصائد مزبوطة بما يخص العدد الغير شرعيين يعني عنا نساء عنا أطفال عنا مسنين بيناتهم هوا بحاجة للخدمة ولكاريتاس إنه يكون عم يحتضونهم فضل إلا على الأرض بيعرفوا أكتر من يلي عم يشوفون من بعيدها بعيد طب هون بتعرف منك شغلة مهمة طب على وضع الاقتصاد اليوم هني بدون دولار ما بيقبلوا يخذوا لبناني الأعمال الأجانب طب هون مثلا هيدا هيدا مشكلة كبيرة عند من سنة ونص لهلأ يعني من تشغيل من الأزمة من الأزمة من تشغيل 2019 لا حديت اليوم وإجت جائحة كورونا وأزمة الدولار عم تتفاقم يوم عن يوم أكيد زادت المشاكل في الأشخاص اللي بعضهم عم يشتغلوا ببيوت أصحاب العمل اللي بعضهم عم يشتغلوا فور فري ما عم يقدروا يدفعولهم بسبب أزمة الدولار في الأشخاص كمان اللي عم يدفعولهم لبناني في الأشخاص اللي ما عم يدفعولهم أبدا في الأشخاص اللي اضطروا يفليلوهم يحطون إما عبواب سفريتهم إما عبواب مؤسسات أو جمعيات عبواب كاريتاس مشان نكون عم نهتم فيهم ونساعدهم أكيد منقول الأزمة على الكل مش بس على الأجنبي إنما الأزمة طالت صاحب العمل اللبناني يلي هو كمان فقد مصدر رزقه فقد عمله بسبب هالوضع الاقتصادي والكورونا للأسف نحن هون إذا بدك كاريتاس عم نكون الوسيط يعني قد ما فينا عم نجرب نلاقي الحلول نتوسط بين الطرفين مشان نلاقي إذا بدك الحلول اللي بتلقم الطرفين إنه منجيب الأشخاص أكيدة نحن هون لحالنا ما فينا نتصرف كمان يعني كله بإشارة القضاء وأكيدة هون لإنون بياخد مجرى مثل ما منقول بس نحن كاريتاس عطول منقول نحن ممنوقع في طرف إنه نحن منا مع اللبناني ضد الأجنبي أو مع الأجنبي ضد اللبناني نحن منفهم معاينات لتنين معاينات كل الأطراف وكاريتاس موجود ليكون عم بيساعد قد ما في قدر الإمكان وبإمكانيتنا لحل كل هالمشاكل ونهيك إنه كمان بيجينا كتير حالات عندهم أمراض عصبية كبيرة بيتطلبوا إنه نكون عم نفوتهم على المستشفى كاريتاس هون عم يتدخل أكيدة بأمر من القضاء عم نكون عم نحولهم على مستشفى كاريتاس كمان عم بيساعد بهذا الموضوع في عنا أكيد الفريق المتخصص من اختصاصيين الخدمة الاجتماعية عنا كمان فريق متخصص من المحامين وعنا كمان المعالجين النفسيين يلي هنه بيكونوا عم بيقوموا بالمهام تابعون وعنا بيوت الإيواء يلي كاريتاس أكيدة بتحمي ضمنهم ضحايا الإتجار بالأشخاص يلي هنه السيدات يلي كم بات عندكم يلي تسيت عليهم الحياة وعم يتعرضوا وتعرضوا لأنتهاكات كم بات عندكم عنا هلأ خمسة خمسة بيوت إيواء لكاريتاس لبنان وأكيدة ضمن خلال فترة إقامة هالأشخاص بيوت الإيواء من أطفال وسيدات وغيرهم أكيدة هون كاريتاس عم بيأمن لهم كافة الخدمة اللازمة من اجتماعية نفسية إنونية صحية طبية طيب عم تسموا بترحيلهم ترجع بعضين عم تقدم تصول المرحلة أكيدة نحن عم تعمل كتير مع السفريات وأنصليات بلدانهم مشان العودة الطوعية والآمنة منسمية أكيدة وهون كمان منسق مع الأمن العام اللبناني مع وزارة العمل كمان مشان نكون عم نحمل لهم ملفاتهم إن كان تسوية الأوضاع وإن كان إذا في ملفات علقاني لعدم دفع أجور كمان هون منطلوب تدخل وزارة العمل مشان تحل الموضوع كمان مع صاحب العمل وكمان الأمن العام مشان الإيقامة والسفر يعني إذا بدك الملف بس مش هين يعني عملتوا أنا أنا عم تطلع يعني أنت عم تحكي وأنا عم فكر بينه بين حالي إنه ما ركز للإيواء ملاحقة أوضاعهم الصحية ملاحقة أوضاعهم اقتصادية المعيشات وزارة العمل التوقيف توقيفهم أو إذا في حال صارت اتجار فيه يعني شغلة كبيرة مظبوط شغلة كبيرة والخدمات أكيدة طبع كاريتاس الحمد لله مش عم نقصر بس أكيدة نحنا أكيدة نطلوب دعم أكثر من الخارج وأكيدة منشكر فريق العمل كله المتكاتف لأنه 24 على 7 يعني نحنا مش بس نحنا المركز الرئيسي بالأشرفية المركز الاستقبالة العمال الأجانب الخدمات الاجتماعية لا مش للأجانب بالدورة مش للأجانب فنحنا منستقبل 24 على 7 عنا خطوط ساخنة 24 على 7 الحالات اللي بيجوا بيلاقوا مركزنا مسكر عم بيدقوا على التليفون إن كان من اللبنانيين وإن كان من أجانب تنقدم لهم النصح للإرشاد التوجيه المساعدة بحل مشكلهم الأصغاء لهم مساعدتهم عا كافة الأصغير طبع عندما حنت ترجمكم اللغاء؟ أكيدة عنا متطوعين من مختلف الجنسيات بيساعدونا بمجال الترجمة مظبوط نكون عم يوصلون لنا الرسالة الصباية بلغتهم بالطريقة الأفضل ونحن نكون عم نتحرك بالطريقة الأسلام نكون عم نفهم مع بعضنا أكتر وأحسن صحيح يعطيكم ألف عافية فعلا رح أرجع أذكر المشاهدين على ساعة 11 ونص يعني تقريبا هلأ مفروض ننتقل مباشرة إلى المركز الرئيسي في سن الفيل جسر الباشر لنقل وقائع الأعلان عن جمع التبرعات لشراء 150 مكانة أكسجان تنوضع بتصرف على كيفية الأراضي اللبنانية بتصرف الناس اللي هنا بحاجة لوضع الأكسجان من جراء إصابتهم بجائحة كورونا الأب رئيس كاريتاس لبنان برميشيل عبود إضافة إلى فريق العام رح يكونوا كلهم متواجدين بعد شوي لإطلاق هذا النداء لجمع حق وثمن 150 مكانة أكسجان عمل من يعني عطول في حاجة يعني شو ما قلنا عطول في حاجة بدنا مكانة أكسجان بدنا مراكز لقواء الناس بدنا متابعة صحية اجتماعية اقتصادية اليوم عندي قصة المدارس كاريتاس أكيد سيكون فيقل أطلع على المدارس حتى تشوف كيفية تساعد لعودة آمنة للمدارس للطلاب يعني مش شغلة مش هينة أكيدة كاريتاس أكيدة بكافة أقصامه برجع بقول عملنا مع كافة الشرائح الاجتماعية المجتمعية مع كافة الجنسيات إن كان من الشعب اللبناني وإن كان من الأجانب أكيدة هون الخدمة فعالة عم بتكون 24 على 7 أكيدة بالأخص بعد انفجار بيروت والأشخاص اللي اتدرروا شفتوا قداش كمان كين فريق العمل نازل على الأرض بقوة بعدهم اللي هلأ الشباب والصبايا مشكورين كمان ما عم بيهدوا بيروحوا هون وهون عم بيزوروا العالم بالرغم من أنه في الكورونا والإجراءات البقائية بس ماشيين بقوة بس في همة وفي همة كتير كبيرة أكيدة ونرجع من المشعب واحد يجي يطلب نحن هون لنلب النداء طي نحتضن هالأشخاص عن جد يلي قسيت عليهم هالهالزروف في عنا أشخاص كانوا بمطارح معينة كانوا متبرعين لكاريتاس وفجأة كمان عم يجو يدقوا بيب كاريتاس لمساعدات نحن هون أكيدة بغض النظر عن كل هؤلاء كاريتاس وقفين حتى كل شخص عم يطلب الساعة طيب إدي هوني على صعيد الاقتصادي بعرف أنه هذي مش من مهمتك حضرتك مسؤولة عن مكتب الأجانب ولكن إديش بتعتبر اليوم بالظل الأزمة الاقتصادية إدي ممكن كاريتاس تكون من المساهمين ولو بمصاري لشراء حشيات الناس الأساسية من المواد الغذائية يعني إدراهية تعمل تجمعات كبيرة تعرض فيها للبيع مش مجانا ولكن بأسعار ممكن تلاقي من العالم يعني هيدا مشروع مصدى ممكن يتفكر فيه لأنه شيء ما بيتصدق يعني الروحة في مركة اليوم بتكلفك معيشك يعني للأسف كاريتاس عم توزع الحصص عم توزع بعرش أقيدة أنا أنه تكون بطريقة شوي أكيدة عنا الشيء اسمه سوشل انتربرايز أكيدة هون فيه اسم التنمية أكيدة وعنا كمان الشيء اسمه انتاجنا بعضهم أكيدة وأكيدة منطلب تشجيعهم وهيدا أكيدة من خلال هالسوشل انتربرايز من خلال انتاجنا عم نقدر أكيدة نكون عم نساعد أكتر لأنه هاودي الأموال اللي عم بتطلعون انتاجنا أكيدة عم بيروحوا لمساعدة الفقراء والفقير أكيدة بالدرجة الأولى فهيدا كاريتاس اللي عم تعملوا لحد ديت هلا وأكيدة بانتظار التبرعات نحنا بنشكر كل المحسنين ومنشكر يلي بدون يعطوا أكيدة ولي عم بفكروا يعطوا كاريتاس ولازموا هيدا الشيء كمان منشدد عليه ومنناشد لأنه أكيدة بننظر وقفين على الجينة نكون وقفين حد الأشخاص المعوازين المحتاجين ونقدر نسندهم وندعمهم أكتر والحملة أكيدة شفناها عم تقطع بكل الأرقام الخطوط الساخنة للتبرع والمساعدات نحنا طبعا بنشد علاقية تكون ألف عافية شغلة مش هينة شغلة صعبة كتير به الظروف الصعبة العيشين نحنا اجتماعية اقتصاديا وحتى سياسيا يعني كله بيتأثر بكله آخر شيء باللبنان عم تقدروا بعد كاريتاس تفرشوا هالصورة الحلوة وتوصلوا هالصوت الحلو للعالم لأنه اليوم آخر شيء على اللبناني لقيني ولطعميني يعني اليوم معلش اللقاء الآخر احتضانه اصغاء لقيله خاصة من الأجانب يلي بيجوا كمان هيدا أهم من انهم طعميهم متوخزيني هالطبخة أو هالأكل يعني أو نعطيهم شوية مواد غزائية أو شوية تعاكمات مهم كمان نحنا نقدر نقويهم نخليهم نشعروا هني ببيتهم لأنه عند الشعور بالأمان ساعة كل أمور البقية بتنحل نحنا مقلكم نعطيكم ألف عافية برجع بذكر حضرتك مسؤولة عن اسم الأجانب بي كاريتاس مشكورين كل الفريق العمل يلي هو موجود معك بقى نشكر كل يلي بيشتغلوا ببيت كاريتاس كل يلي هني الشبيب المتطوعين كل الناس يلي بيجوا يساعدوا وهون منفتح البيب ومنقول مفروض لكل العالم تتعام كاريتاس وقت اللي بتشوفه الصندوق موجود على ويب المؤسسات والكنيس وقت اللي بتشوفه انه فتحوا باب لتبرعات سيرعوا متل ما هلأ رح يطلقوا نيداء بعد شوي مع أبونا مشال عبود لاشيراء 150 قيلة أكسجين كونوا كتار كونوا أسخية انتوا بتاعتوا ربنا بزيد عليكم الخير أضعاف لازم نحن نتضامن مع بعضنا البعض هذا الوقت اليوم اللي عايشينه في لبنان هو وقت للتضامن للوقوف إلى جانبنا البعض بغض النظر عن انتمائنا طيفتنا ديننا لبتكن ايه بالنتيجة هالوطن بيشمع كل أبنائه هن بالنتيجة عيدة وحدة كنا ميل هيك التضامن بين بعضنا البعض ضروري لحتى نحن نقدر نساعد ونقدر ننقص كل ناس هن بحاجة لهذه المساعدة كلمة أخيرة أنا بحب أشكر كتير المتطوعين أكيد من صبايا وشباب ما عم بيهدوا ليل نهار عم ينزلوا على الأرض ما عم يسألوا عن شيء حتى ناسين حياتهم الشخصية مكرسين حياتهم اليومية لخدمة هالأشخاص اللي هن كاريتاس لازم يكون واقف حدهم فبالفعل عن جد مشكرين من كل قلبي بشكرون لأنه عم شوف واقع الأرض وشو عم بيعملوا وأكيد منشوفهم بعين كبيرة يعطيكم ألف عافية منضم صوتنا لصوتك أكيد مشاهدينا إلى مركز كاريتاس الأساسي بمنطقة سن اللي فيه جسر باشا رح ننتقل نحن بيكم مباشرة مع أبونا ميشيل عبود رئيس كاريتاس وكل الناس المسؤولين عن هذا الموضوع كل الناس اللي هن متوجدين للخدمة ولا المساعدة اليوم رح يتم اطلاق نداء لجمع سمن 150 إيلة أكسجين هذه الإيلة الأكسجين رح بتكون متوافرة لكل مرضى كورونا بتتنقل بين منطقة وأخرى بين بيت وبيت لحتى تقدر تأمن لكل الناس يلي هن بحاجة لهذا الموضوع رح أعطيكم أكتر وأكتر تفاصيل عن هذا الموضوع بالنص يلي موجود قدامي عن توفير 150 إذن بعد شبابة بإطار استجابتها للدينماكية لتفشي فيروس كورونا تستمر رابطة كاريتاس في مساندة المصابين بالفيروس على كافة الأراضي اللبنانية من خلال توفير 150 مكنة أكسجين مجاناً وذلك للتخفيف من وطقة الأزمة الصحية على مجتمعنا تطلق رابطة كاريتاس هذه المبادرة برئاسة الأب عبود اليوم بعد شبابة بحضور نائب رئيس الرئيس الدكتور أولى حجر مسؤول عن فريق ابتكني الدكتور شرب الكرم والدكتور إليان أبيلا ممثلاً مطنية البطريقية اللاتين بلبنان التي تم التعاون معها ومع الشيهات المانحة عديدة لتنفيذ هذا المشروع وطبعاً رح بتكون بالنسبة للمرضى المصابين والذين هم بحاجة إلى مكينات الأكسجين بعد خروجهم من المستشفى فيرجى الاتصال على الرقم والخط الساخن 70-104-985-70-104-407 فإذاً على الأرقام الساخنة ممكن تطسطوا مشاهدينا برجع بكرر يعني هم من بعض ما تكونوا صحيتوا من فيروس كورونا وظهرتوا من المستشفى فيكن تطسطوا على الرقم 70-104-985-70-104-407 أنا بدأت شكل لك نحن نشوف نحن إليك هذا مقركن مقركن بكاريتاس تحضيرات الأخيرة قبل ما نكون مع النقل المباشر لهذه الحملة فإذاً مجاناً بتحصلوا على مكانة الأكسجين ببيتكن تطسطوا على الرقم يلي أعطينيها أعطينيكم إياها برجع بكرركن إياها 70-104-985-70-104-407 بتدقوا على هذول الرقمين بتحصلوا مكانة الأكسجين بس بكونوا دهرتم من المستشفى أنتوا بحجر قلب البيت لفترة معينة عليكم تجيبوا الفحوصات عليكم تجيبوا ورقة من الحكيم وأيضاً بطاقة الهوية وصورة عن فحص الPCR ووصفة الطبية على مدار 24 ساعة على 24 و7 على 7 فيكن تدقوا على هالرقمين بتحجزوا مكانة الأكسجين مباشرة من روح لسنة فيه بشكركم للمتاعبوا بلاقيكم أسبوع المكبل إذا الله بريد إذا بدك شي 12 12 و5 لك مخلصت أوكي كان عم يساعد المرضى وأهم شي هو عم يساعد المرضى كان يقول الجمن الشهيرة يذهب بسلام إيمانك خلصك فكان في رغبة داخلية بقلب الإنسان أنه يشفى كان في قوة الله أنه تشفيه وإنما الإنسان وقف بمعضلة قدام كل الأمراض يلي عم بتصير وحاول العلم بطريقة أو بأخرى يكون عم يساعد الإنسان تيشفى من مرضى وكثير من الأطباء حطوا بعياداتهم أنا بداويك وألا بيشفيك إجت كاريتاست حتى تكفي رسالة يسوع طعم الجوعان تكون حد المريض تكون عم تقاوي الأشخاص المشردين من الإشاء يلي هلأ كلنا سوا وكل العالم منقول ركع قدام فيروس صغيرة يلي اسمها فيروس كوفيد 19 كورونا كاريتاست أكيد ما وقفت ولا يوم من الأيام ما تتوفيت الأيدي قدام هذا الشيء من وقت ما بلش الكوفيد بلبنان وقفت قدام الأشخاص يلي محجورين ببيوتهم تقدر تأمل لهم احتياجاتهم الأشخاص يلي رحوا على المستشفيات وما قدروا دفعوا فرق المستشفيات وقفت حد منهم في ناس ما كانوا عم يعملوا لأنه ما كان معهم يدفعوا كاريتاس وقفت حد منهم ومن الإشاء يلي كانت موجودة هي الأجهزة التنفس الاصطناعية يلي كل الناس طلبوها يلي منشكر الله عليه كثير من الجماعات كثير من الجمعيات وكثير من المبادرات الفردية أمنت أجهزة تنفس للناس يلي صابوا بكورونا وإنما يلي شفناه أنه نحن ما نكافي فكاريتاس أطلقت النداء مع كاريتاس بلجيك مع كاريتاس إيطاليا ومع بولندا ولبوا النداء وجهزنا حوالي 150 جهاز تنفس اصطناعي تحتى نكون عم نساعد الأشخاص يلي موجودين بهذا الوباء هيدا الشي مش لحالنا هيدا الشي كان مع فريق مين المتخصصين ربنا عطى الإدراء للإنسان أنه يخلق العلم الإنسان بعقله يلي ربنا عطاية بلش يكون عم بواكب كل التطورات لا يكفي عنا أطباء عنا تقانيين عنا ممرضات يلي هني رح يكونوا عم يشرحوا بطريقة أو بأخرى عن المشروع يلي موجود أنا بداية قبل ما أترك الكلام للدكتور نيكولا حجار حتى يحكي هيك يعطي عرض لكل المشاهدين حاول توجه كاريتاس الصحي لأنه نحن مش بس محصولين بنطاق معين نحن عامتدات كل الوطن ومن عشرات السنين أنا بدي أوجه شكر كتير كبير بداية لإدارة البرامج شاربي الزايدين شكرا للمسؤولين عن القسم الصحي ديان ضو وكل الموجودين كل الأشخاص يلي ساعدونا هلا بدنا نسمع صوتهم دكتور أبيلا ويليام أبيلا ودكتور شاربيل كرم هذا الشيء بتنسيق مع المدير التنفيذي جيبير زوين وكل الأكيب يلي عم يشتغلوا تانكيو فوريو ديفيد كمان ديفيد ألكنيس دكتور ديفيد ألكنيس أمريكاني معنا هنا بكاريتاس نحن عم نتعاون مع ناس على صعيد كل الوطن وإنما مخارج البحار تحتى نكون عم نطلق هذا الشيء إن شاء الله يا رب ومنقول ما حدا يعوزنا جبنا المكانات وموجودين بس ما راح نكون زعلانين إذا ما عزناهم يعني ما بدنا إن شاء الله الناس كلها بالشفاء بس نحنا فريق كاريتاس بدي يكون جاهز عن كل تأثير ما نراضيين أبدا بس نحنا بشر ما نملايكي التأثير وارد وإنما مع بعضنا البعض منتعاون تنكون بخدمة الإنسان دكتور حجار هيك بنظرة سريعة مول معروف نكون عم نحط بتوجه كاريتاس الصحي الله ما كن جميعا متل ما تعودتوا دائما كاريتاس عم تكون حد الإنسان بكل الأزمات كاريتاس عمره بحدود الخمسين سنة يعني ببداية الحرب اللبنانية بوقتها وقت صارت الناس بحاجة لمين يوقف حدها بحصة غذائية أو بالدواء كانت دغر المبادرة وأعطت هالمبادرة صادة كتير كبير بالمجتمع اللبناني وبكل الأزمة بتقطع على لبنان عم بيكون كاريتاس وقفة حد شعبة نحن اليوم بالإضافة للأزمة الاقتصادية والأزمة المالية عنا أزمة كوفيد هالوباء الفتاك اللي عم بيكون بضر بكل إنسان عم بيتلقاه وعم بياخده مشان هايك كاريتاس دايما بتلب النداءات من كتر ما إجينا نداءات لحتى نكون جاهزين عند الناس اللي بيحتاجوا لمكانيات أكسجان دغر هبة كاريتاس بمراسلة كاريتاسات العالم وكل دول العالم بوجود المدرة اللي حولينا نداينا عملنا النداء وإجر نداء تلبيته محصوله بمئة وخمسين مكانيات أكسجان تلبية لحاجات الناس دايما كاريتاس عم بيكون موجودة بهذا الخط وبهذا الموضوع بالإضافة لأنه نحنا كتوجع عام بكاريتاس بموضوع الصحي عم يكون دايما حد أولادنا وأحفادنا وحد مرضانا وحد الكبار المسنين والصغر بكل الأعمار بحبة الدواء كمانا هذا المجال عم يكون حدهم بقى كاريتاس ما رح ما رح أبدا تتباخل أو تكون بعيدة عن معاناة ووجع مجتمعنا مشان هيك نحنا منقلكون ما تخافوا يكن الأزمة هلأ موجعة بس ربنا كبير رح تقطع الأزمة رح نحط إيدينا بإيدينا بعض ورح نقدم نتخطاها بدي أتوجه هون للفريق العامل مشان كوفيد نحنا منعرف الفريق اللي تألف هلأ من أطباء من أمفرميار ومن مساعدين رح يواجهوا ناس عندهم وباء يعني عندهم مهمة صعبة عما بي بدون يتخطوها هلأ هن مسلحين من كاريتاس بروح الإيمان بروح العطاء وبروح المحبة رايحين من قلبي كبير طي يخدموا نحنا نطلب من الناس اللي حوال الناس المصابية بكورونا ما يكونوا بحالة هلأ وبحالة خوف التعامل رح يكون بشكل حضاري بشكل إنساني بالباب الأول بأن الرؤى على بعضنا تحتالى نقدر نخلص مريضنا ويقدر الفريق العمل يوصل بسهولة ويقدر يتجاوب مع هالحاجة ومع هيدا الطلب مشان هكي أحبائي نتمنى مثل ما قال أبونا ميشيل أبونا الرئيس إن شاء الله ما حدا يحتاجنا إن شاء الله إنه هالأزمة بتقطع وهو المكانات ساعتها مثل ما أجونا هبة مرجع من ردهم هبة للناس المحتاجين بغير بلدين وشكرا رح نبقى مع الفريق التقني دكتور ويليام أبيل للدكتور شهر بالكرم تشرحونا عن البروستدور كيف بدنا نكون عم نستخدم هالمكان أول شيء بير ميشيل نحن بنتشكرك للساءة اللي حطيتها فينا وللساءة اللي حطيتها فينا وللمساعدة للمواطنين اللبنينيين بس لخبركم إجا اتصال من بير ميشيل بسيدنا المطران سيزار إسايا رئيس الطايفة اللاتينية بلبنين وأنا اليوم موجود عجن كاريتاس بمساهمة من المطرانيت اللاتين ونحن إلنا الشرف نكون واقفين معكم وبكل مشروع أنتو بتطلقوه بس تصل فينا بير ميشيل وطلب مننا نقلف هالفريق الطبي كتر خير الله لقينا بسرعة هائلة فريق أخصائيين من الممرضات ومن الحكمة لا قدرنا نركب هالمشروع نطلق هالمشروع بسرعة لا رح خلي دكتور كرم اللي هو رئيس التكنيكال ديبارتمنت طبعا الممرضين يحكيكن عنه شوي مرسي موجود يعطيكن العافية نحكي كتير عن المحبة والتضامن مع الناس نحن هون موجودين تحتى نخدم الناس بتقنيات عالية مع فريق ممرضات وتقنية متدربين وأنا كطبيب رح أشرف على الشي ونشتغل من كل قلبنا حتى نساعد الناس نخدلهم هالمكانات الأكسجيانية على البيت ونظلنا حدهم مش بس نعطيهم إياه وننفل نظلنا متابعينهم 24 hours 7 days per week ونظلنا حدهم شو ما عايزوا بهالمدة نكون وقفين حدهم ونساعدهم ونظلنا بخدمتهم ما بنشيل المكانات إلا ما يكونوا صحوا لونك هالناس حيكونوا واسئين إنه فيه فريق متخصص حيضلوا يتابعون ويضلوا يخدمون تا كانوا صحوا على آخر وهون حيبي أعطيكم نمرتين تليفون هوتلاين بس مشين مرضى الكوفيد اللي بدن الأكسجين بالبيت يلي هني أول واحد 70 104 985 و70 104 407 لون كل شخص فيه يتصل عن نمره إذا عايز الأكسجين بالبيت ومده ساعة لبده أي ساعة من نهار وبالليل كل يوم من الجمعة ونجرب نعمل أحسن خدمة للناس بالبيت ونجرب نكون على أد المسؤولية مرسي من المستفيد دوكتور دوكتور من المستفيد من هالمكانات المستفيد من المكانات يلي بدوا أكسجين بالبيت بعد ما خلص من الكوفيد وظهر من المستشفى مش رح يكونوا كل الناس اللي معهم كوفيد بالبيت نجب لهم أكسجين لأنه فيه خطر كبير عكل الناس إذا بعد عندهم كوفيد بالبيت بس إذا صاروا أحسن وطلعوا من المستشفى راح يجوا على البيت ويجبينوا بعوزوا أكسجين لونك راح ياخدوا أكسجين بالبيت وهي دولي مستفيدين الأول والوحيدين بالبيت وقد ما عايزوا أكسجين نحن نضلنا حد نعطيهم أكسجين وأنا موجود تحت لبت كل الطلبات تبع الأنفيرميرات 24 ساعة 24 ساعة وإذا فيه شخص عايز مساعدة طبية بالبيت كمان بروح بشوفه بالبيت ما في ولا بروبليم ما بدنا يكون حدا على طرف الطريق ولا بدنا يكون حدا عايز خدمة صحية ما يكون يشوفها شكرا نحن شباب الصبايا مع السيارات جاهزين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 معكم بتبقى الحياة شكرا اشتركوا في القناة